موسيقى أفعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين الأفاضل وأهلا بكم معنا في نشرة الأخبار الأخيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط وتتابعون فيها موسيقى في طار تعليمات السامية الجلالة المالك رئيس لجنة القدس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين وأكالة بيت مال القدس الشريف تقوم بتوزيع كميات إنهامة من المساعدات الغذائية والمستزمات الطبية بمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس توطيد أسس الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات المالية قاعدة أساسية لإعداد مشروع قانون مالية 2024 القانون المالي الجديد يأتي في سياق استثنائي تحكمه متذاعيات زيزال الحوز والظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة متذربوا مركز التكوين المهني المتعدد الإختصاصات بسلة ينخرطون في حملة التبرع بالدم مبادرة إنسانية توخى من خلالها المنظمون تحسيس بأهمية هذه المادة الحيوية وأدوارها في إنقاذ حياة المواطنين أهلا بكم تنفيذا للتعليمات السامية صاحب الجلالة الملك محمد نسادس نصر الله رئيسي لجنة القدس بإرسال مساهمة إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين شهد مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس الخميس عملية توزيع كمية هامة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية التي خصصت وكالة بيت مال القدس الشريف لمستشفيات ومؤسسات اجتماعية التفاصيل مع رطيفة بن حليمة التفاتة جديدة دات بعد إنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى الغداء والدواء في دل الأوضاع الرهنة بالقطع بتعليمات ملكية سامية سلم مكتب وكالة بيت مال القدس الشريف لمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس كميات من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية التي خصصتها الوكالة للمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية التي تتكفر بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية الناجمة عن تطورات الوضع في غزة هذه المساعدات التي وصلت إلى القدس الشريف يدل على أولا حرص صاحب الجلالة على إصار هذه المساعدات بالسرعة الممكنة وبالوقت المناسب لإيصالها إلى المستفيدين وإيصالها إلى الجهات المختصة أنا أعتقد بأن هذه المبادرة اندلت على شيء فهي تدل على أخوتنا ومحبتنا وتلاقينا باعتبار أن قضية القدس والقضية الفلسطينية وما يتعرض له أهلنا اليوم في غزة الأبية إنما يعني الأمة العربية كلها نحن نحن نشكر الشعب المغربي ممثل بقيادته التي تربطنا فيها دائما علاقات رائعة وتاريخية موجودة بيننا وبينهم وهذا يدل على عمق الأخوة والعلاقات الجيدة التي تربطنا معهم خصوصا أن المغرب خارج من أزمة كبيرة قبل شهرين بالزلزال والضحايا التي كنا تأثرنا عليها في هذا اليوم كانت الإغاثة عبارة عن مساعدات إنسانية ومساعدات طبية للعديد من مؤسسات الكدس الصحية وهذا جاء في الوقت المناسب وفي الإطار المناسب أيضا فأحوج ما تكون مؤسساتنا إلى هذه المساعدات الطبية والإنسانية هذه المؤن الغدائية والمساعدات الطبية وجهت لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا لمستشفى المقاصد ومستشفى المطلع وقد قُبل وصولها بإشادات كبيرة من طرف الأطر الصحية الفلسطينية هذه ليست المرة الأولى التي تكون بهذه المساعدات طبعا أهميتها في ظل هذا الظروف الصعبة للمرضى الموجودين في المستشفى القدس وخاصة في المستشفى المطلع منذ بداية حالة الطوارئ في شبكة مستشفى القدس كانوا مستباقين بيد مد العون ولم نتردد في طلب المعونة والمساعدة نقول شكرا لجلالة الملكة الذي يضع القدس وفلسطين من أوائل جدوى الأعمال في كل وقت وهو الحاضر الدائم في هذه البلد مع شعبها وأناسها في كل حالاتهم هذه المساعدات الإنسانية كان لها أيضا عميق الأثر في نفوس المرضى والمصابين الفلسطينيين مبسطين الحمد لله في ماء في كل اللي بيعملوا إلينا مشكورين هم وإحنا مبسطين رغم ألامنا وجراحنا أنا صبع عندي شهيد على هالصباح لما بتقدم الإنسان بيقدم لمستشفى أولئيته أو لمؤسسة اجتماعية أو الخيرية أو لحاجة يعني نقدم لكل الشعب يعني مش بقدم لواحد فرد نحن نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه اللفتة الكريمة السريعة بإرسال هذه المعونات إمكانة الغذائية أو الطبية حتى لأهلنا الذين يعيشون الآن في القدس من غزة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على كرمه على محبته للشعب الفلسطيني وعلى التزام للقضية الفلسطينية العادلة وكانت طائرتان عسكريتان مغربيتان تحملان مساعدة إنسان عاجلة للفلسطينيين قد وصلت أمس إلى مطار العريش بمصر وتم تسليم حمولتهما للهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطع غزة ويندرج القرار الملكي السامي في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التابت لفائدة القضية الفلسطينية وفي موضوع آخر انعقذ الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة وتضارس للمجلس مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضبان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وثاني يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون القاضي بأحداث وكارة تنمية الأطلس الكبيرة واختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدسور سياق استثنائي يشكل قاعدة لإنتاج مشروع قانون المالية لسنة 2024 زلزال الحوز وتضعياته على الاقتصاد الوطني وظرفية دولية صعبة تؤثر بشكل بالغ على أثاق الاقتصاد العالمي والتحدي الأبرز توطيد أسس الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات المالية تقريرنا والقراري مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيد للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور إحداها المضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية وتعمل الحكومة على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تبلغ تكلفته برسم 2024 ما يناهز 25 مليار درهم سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا خاصة إصلاح نظام المقاصة باعتمادات بقيمة 16 مليار و 400 مليون درهم بمجموعة الموارد التي ستمول عبر الميزاني الدولة ما يعادل 20 مليار كل سنة ولمدة 3 سنوات عندنا واحدة ضريبة تؤديها الشركات هي المساهمة الاجتماعية التي تقريبا المبلغ ديالاستاد الملايغ ديالدرهم كان الإمكانية التانية والتي جاءت في الوثيقة الحكومية أن الدولة يمكن ستمر إلى ترشيد مجموعة النفقات العمومية ثم كذلك كان هناك إمكانية المراجعة للصندوق المقاصة بحيث أن الدولة أخذت قرار لأن هذه الأموال التي كانت تعطيها للصندوق المقاصة سيعاد تحويلها إلى هذا البرامج الاجتماعية للمساعدة المقدمة للأسر بصفة مجهزة جدا لأن توازنات الكبرى للميزانية ما ستتمس إذا أبقنا في هذه الحدود كما ستواصل الحكومة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من دعم إضافي يبلغ مليارين وستمائة مليون درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية الجديد ما يناهز 31 مليار درهم وستواصل الحكومة تنزيل النسخة الثانية من برنامج أوراش بغية بلوغ 250 ألف منصب شغل وإجراء تقييم شامل لبرنامج فرصة كما ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامة الحوار الاجتماعي أسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة وسيتواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص حيث سيبلغ مجهود الاستثمار العمومي 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024 وتعكف الحكومة على مواصلة إصلاح المالية العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية خاصة عبر اعتماد قاعدة ميزانيتية جديدة ترم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة وكذا توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصودة أو إعانات الدولة ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3.7% مع حصر معدل التضخم في 2.5% وعجز الميزانية في 4% في إطار في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت السنة الماضية بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية والهيئة العامة للسوق المال العمانية تنعقد بالرباط على مدى يومين ندوة إقليمية تناقش التحديات التي تواجه قطاع تأمين وسبل تحقيق شمولية التأمينات من خلال الرقمنة وتنويع العروض وفاء لعقوب سامير بركا ويوسف الشرقي توسيع رقعة المتفيدين من خدمات قطاع التأمين وتسهيل الولوج إليه من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والرقمنة محور استأثر بايتمام هذه الندوة الإقليمية التي ائتلفت فيها فعاليات من قطاع التأمين وسوق المال من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يمكن أن نشغل على الشمولية في التأمين بدون استغلال الرقمنة لأن الرقمنة تعطي اتصال مباشر تسهل المساطر وكذلك المنتوج البروديو دا سيونس والمنتوجات التي تكون أدابتي بالنسبة للمتطلبات المواطنين حقيقة حاليا التحول التقني والتحول الإلكتروني هو مبدأ لدى الكثير من الحكومات وكثير من الحكومات تسعى إلى أن تذهب إلى الحكومة الذكية وما يعرف بالحكومة الذكية ومن هذا المنطلق على قطاع التأمين كذلك أن يقوم بدوره في دعم تحوله الإلكتروني خدمة للاقتصاد وتسهيلا لتقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع بمختلف مفئاتها بما يعزز من جودة هذه الخدمات وخلق قواعد بيانات يمكن تحليلها والاعتماد عليها في قراءة المستقبل وتطوير عمال هذا القطاع على مدى يومين يتدرس المشاركون في هذه الندوة التحديات التي تواجهها أسواق التأمين في المنطقة والإستراتيجيات الكفيلة بجعل منتوجات التأمين في متناول فئات المجتمع ذات الدخل المحدود وذلك من خلال مجموعة من الآليات كتبسط المساطر تعديل أجال التعويضات وتشجيع الثقافة الرقمية وفي الخبر الدولي وصلت إسرائيل لقصفها المركز على قطاع غزة المحاصر حيث ارتفع عدد القتلى وفق آخر حصيلة الوزارة الصحة لأكثر من سبعة ألاف شهيد منذ السابع من أكتوبر يرافق ذلك وضع إنساني مزر يفاقمه نقص الوقود المستعمل تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات التفاصيل في تقرير خالد الأحمدي أزيد من سبعة آلاف شهيد فلسطين غالبياتهم من المدنيين من ضمنهم ألفان وتسعمائة وثلاثة عشر طفلاً حصلة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري تاريخ تنفيذ حركة حماس لعملية طفان الأقصى الحصلة مرشحة للارتفاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تحذر من عدم وجود أي مكان آمن في غزة بسبب القصف الإسرائيلي وهو القصف الذي أصفر عن مقتلي حوالي خمسين رهينة تعلن حركة حماس التي أطلقت اليوم دفع جديد من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية من ضمنها تل أبيب وسط هذا التصعيد تطالب العديد من دول العالم بوقف إطلاق النار الذي ترى واشنطن أنه لن يفد في هذه المرحلة وقد يخدم مصالح حركة حماس بدلاً لذلك البيت الأبيض يقترح هدنات إنسانية محدودة اليوم دخلت غزة بضع عشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح هذه المساعدات تعتبرها الأمم المتحدة غير كافية وتدعو إلى إدخال الوقود عاجلاً لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات التي أعلنت وزارة الصحة الفلسطيني ينهيارها قادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون اليوم وغداً في بروكسل من المرتقب أن يدعو بدورهم حسب مصادر ديبلوماسية إلى فتح ممرات إنسانية في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر للأسبوع الثالث على الدوالي ودولياً دائماً أطلقت الشرطة الأمريكية الخميس عملية مطاردة واسعة النطاق للعثور على رجل نتلق النار في مواقع مختلفة متسبباً من مقتل 22 شخصاً على الأقل في أسوأ عملية يتلق نار هذا العام في الولايات المتحدة وقالت شرطة مدينة الويستون في بيان إن المشتبه به في هذا الهجوم يضع روبرت كارد يبلغ 40 عاماً ولتزال دوافعه مجهولة وطنياً وفي شأن التشريعي عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اجتماعاً خصصاً لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتذبير المؤسسات السجنية لنطبع هذا التصريح فعدد السجنائية فوق المئة ألف شيء اللي تشكل مشكل كبير وخصوصاً من ناحية الصحية أولاً ناهيك على عدة مشاكل ولهذا كما قلت أننا كان واجباً أن نفكر في ترسانة قانونية تتخول هذا المرفق لهو السجن باش تصلح فيه مجموعة دي النقاط مثلاً على ثبيل ذكر إصلاح البنية التحتية الجانب الصحي ما نستغفره وخصوصاً الصحة النفسية تصنيف السجون توطين السجن بالجهات وفي سياق منفصل احتضنت كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط ندوة فكرية بحضور خبراء مغاربة وأجانب حول موضوع المغرب العربي في الجو سياسة الدولية الجديدة وعلاقة المنطقة المغاربية بالمحيط الأوروبي والأفريقي تفاصيل هذه الندوة نتابعه مع عبد الحميد جبران وإسين المعازي في سياق دولي متسم بكثير من التحديات والأزمات الأمنية السياسية والاقتصادية تظهر أهمية التكتلات الإقليمية ومن خلال هذه الندوة التأم ثلة من الخبراء والأكاديميين لتشخيص واقع المغرب العربي في الجو سياسية العالمية الجديدة كل مؤشرات لا الاقتصادية ولا الجيوستراتيجية توحي بأن المغرب يحتل اليوم دور القاطرة داخل الأقطار المغاربية وتمتد هذه السيمة إلى بعدين جغرافي أكثر كل الشروط مجتمع اليوم لتقوية الشراكة بين أوروبا والبلدان المغاربية بهدف مواجهة التحديات الكبيرة المناخية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطق والعالم شراكة تحتاج إلى حوار متواصل وسليم وإزالة الصعوبات والعراقيل المعيقة لهذه الشراكة لحاء صلت الضوء على واقع وتحديات العمل المغربي المشارك وعلاقات المنطقة المغربية مع المحيط الأوروبي شمالا والعمق الإفريقي جنوبا وفي البرنامج أيضا تحليل للمآلات المستقبلية لهذه العلاقات في عالم توحده العلمة في بعض الجوانب وتفرقه المصالح والتحالفات في جوانب أخرى وإلى مدينة سلا حيثون أقض اللقاء الاستراتيجي حول الأمن بمنطقة الساحل بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء اللقاء الذي يتضمن نقاشات مصفيدة حول عدد من الأحداث والقضايا الجو سياسية عبر العالم تابعته إيمان السلاوي ومحمد ونينا مقاربات ودراسات استراتيجية تعتمد على التحليل والبحث يقدمها نخبة من المفكرين تضع تحت المجهر أبرز الأحداث التي يعرفها العالم في سياق إقليمي ودولي متغير حيث تطفو على السطح بعض الأزمات ما هي أسباب نشأتها وما هي الحلول الاستشرافية رؤية نقدية معمقة في هذا الاجتماع المتعلق بمنطقة الساحل هذه اللقاءات تعقدون سبع سنوات يعقد لقاء بالرباط ولقاء بالباريز في كل سنة يتبع هذه اللقاءات التي تناقش العديد من الأمور الجيوسياسية والأمنية في العالم ففي كل سنة هناك موضوع استراتيجي وهناك جهة ليجاب لكوليم كاتورس وهو يتعلق بعودة الصراعات الحادة لأنها يجاب أسنة 2022 الحرب بالروسية الأوكرانية لدعاة لأننا نتكلم عن عودة الصراع وكذلك بالنسبة للجهة تكلمنا عن قضية الساحل وما يقع في الساحل من إحداث ندوات تعتمد الشرح والتفسير لإغناء وجهات النظري وتشاركها كما تم تقديم إصدار تمخذ عن الاجتماع الرابع عشر الذي نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والذي تطرق إلى عدد من التيمات اللقاءات الاستراتيجية أصبحت منذ 2016 موعدا قارا وهاما في مجال السياسات العمومية الدولية وهي تهدف بالأساس لأن تكون قبلة للباحثين والأكاديميين بغية مقاربة تيمات تمتاز برهينياتها ونابعة من عمق التحولات التي يعرفها العالم في المجال الجيوسياسي الهدف من هذه الاجتماعات تطوير الأبحاث السياسية الدولية ومواجهة التحديات الجيوسياسية التي يعرفها العالم أجمع وتكثيف البحث والنقاش بيقضاء ومن جانبها احتضنت جامعة الحسن الأول باستاط ندوة دولية حول البحث في مجالي العلوم الإنسانية والاجتماعية ندوة نظمت كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بشاركة مع جامعة الحسن الأول البحث في تطوير طرق تدريس اللغات والتواصل هو من بين المحاور الرئيسي لهذه الندوة الدولية الأولى حول البحث في مجالي العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول باستاط حدث يؤكد على أهمية تطوير أسالي بتدريس هذه العلوم وطرق البحث المرتبطة بها حتى تلبي احتياجات الطلبة مع مراعاة التحديات والفرص المستقبلية هذا المحفل العلمي الذي نطمحه في أن يكون بادرة لتغيير مجموعة من المفاهيم فيما يخص تعليم خصوصا أننا نعيش في مرحلة تغيير في جميع المناهج وفي الطرق البداغوجية المعمول بها إلى وقت قريب تدهورة نائية الزامن عقدها والسياق الذي يميزه التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم خصوصا فيما يتعلق بثورة التكنولوجية التي أحدثها الذكاء الاصطناعية الهدف من هذه الدورة هو دراسة ومناقشة العديد من الأبحاث التي تهتم بأهداف أو ما هي استعمالات كيف يمكن لنا كأساتذة كباحثين كمدرسين استعمال هذا التطور العلمي أخص بالذكر الذكاء الاصطناعي في تغيير مناهج طرق البحث العلمي وكذلك التدريس مشاركة ضمن هذه الندوة الدولية هي حول منظومة البحث العلمي والتعريف بما يوفره المركز الوطني للبحث العلمي والتقني خاصة فيما يهم تجميع الوسائل ودعم البحث ومواكبة الأساتذة الباحثين الراغبين في نشر أبحاثهم ضمن قواعد البيانات الانتقائية ندوة دولية تستقطب في نسختها الأولى خبراء وباحثين المشاركات وإلى جانب تركيزها على موضوع الذكاء الاصطناعي وممارسات التدريس الجيدة فهي صلتت الضوء على نمادج عدة من بينها نمادج التعلم والتدريس التي يجب اعتمادها في التخصصات المختلفة والممارسات البداغوجية التي يتعين وضعها من أجل تعليم ذو جودة ونعود إلى مدينة سلا حيث تم تنظيم حملة التبرع بالدم من طرف متضربي مركز التكوين المهني لمتعدد الاختصاصات مبادرة إنسانية توخى من خلالها المنظمون تحسيس بأهمية هذه المادة الحيوية وأدوارها في إنقاذ حياة المواطنين وصال أمغريسين المعازي ونوردين أملال هم شباب وشبات مركز التكوين المهني المتعدد الاختصاصات حضروا اليوم وكلهم أمل في إنقاذ أرواح المرضى الذين هم في حاجة إلى قطرة دم مبادرة إنسانية تصهر على تنظيمها المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة بشاركة مع المركز الوطني لتحقن الدم بالرباط هذه السنة كان واحد الحمس منقطع النظر لأنهم كلهم كانت عندهم رغبة أنهم يتضمنون على الإخوان دينا في الحوز في الحزة دي لهم وكان استجابة ليس فقط من طرف الشباب التكوين والمستفيد من التكوين ولكن كذلك من طرف الأسر دي لهم، عائلة دي لهم، الأباء دي لهم وكذلك المحطة دي لهم الإقبال كبير من طرف الشباب لعاوننا في تعزيز المخزون دي لدم لأن كما تتعرفون تكون عندنا دائما الخصص في الدم الهدف من هذه العمل هي رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم وتقديم المساندة والدعم لمرض أمراض الدم تأتي هذه الحملة التحسيسية لتشجع المواطنين والمواطنين على التبرع بالدم قصد توفير الكمية الكافية لمواجهة كل الاحتياجات في هذه المادة الحيوية التراث الثقافي للأطلس بين التحديات والحلول عنوان ندوة فكرية نظمت بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة المهرجان الفولكلور العالمي بمراكش الندوة التي حضرها أساتذة جميعيونها وخبراء في التراث تناولت التراث المادي واللا مادي لمنطقة الأطلس وتضعيات زلزال الحوز وأفاقي عادة العمار مع الحفاظ على خصوصية المنطقة تفاصيل مع مين علام والمعتصم بالله البعزاوي استعرض المشاركون في هذه الندوة الخصوصيات التقافية وسوراتية لمنطقة الأطلس والمؤهلات التي تزخر بها والتي تمثل جانبا من الرأس مال المادي واللا مادي لمملكة تتميز بالغناء والتنوع أطلس يتميزه بعدد كبير من الأنواع دات صلة بما هو تراثي تعلق الأمر بالعمران تعلق الأمر بالصناعة التقليدية بالغداء يعني عدد كبير من الأشياء المهمة دات صلة بالتراث التقافي الاهتمام بمنطقة الأطلس تنطلق من الاهتمام بالإنسان وبالمجال بالثورات العمراني والثقافي وبتبني سياسة التقائية تساهم في إشعاع المنطقة وفي جلب الاستثمارات لتحقيق نهضة اقتصادية وتساهم في خلق الثروة وتمكين الساكنة من ظروف معيشية أفضل مع الحفاظ على خصوصيتها شعار جيل هذا العام تاخدنا شعار جاله هو الاختلاف في التوحد زيادة على ذلك سوف نقوم بتكريم رؤساء الجمعيات والفرق الطراطية التي تتمنطل منطقة الحوز بحال أمز ميزو وتحناوت وتزين تاست وتارودانت لهم متضررين بهذا الزنزال لنخرجوا هذه الناس الواجهة ونعرفوا أسوأ الأجانب والجمهور المراكش المغربي بالطراط الغني ديال هذه المنطقة الندوة تندرج في إطار فعاليات مهرجان الفولكلور العالمي بمدينة مراكش تظاهرة تتضمن إلى جانب الندوات الفكرية أنشطة تعرف بالطراط الفني والموسيقي لمنطقة الأطلس إلى جانب زيارات للدعم النفسي لثلاميذ الذين اضطروا للانتقال إلى مدينة مراكش لمتابعة دراستهم وفي مجال الفن السابع انطلقت بمدينة مراكش فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا في دورته السادسة المهرجان عرف مشاركة ستة وعشرين فيلما قصيرا جدا للظفر بالجائزة الكبرى التفاصيل مع ويداد مساوي عبدالغني الطهراوي ونوردين أملال فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا إن التحدي الذي يواجهه الرغب في إخراج الفيلم القصير جدا هو كيفية تقديم كل فكرة على حدة حتى لحظة التهاوي أو الحل في أقل من خمس دقائق مع محافظته على أهم عنصر ألا وهو المتعة مهرجان مراكش لفيلم القصير جدا في دورته السادسة أخذ على عاتقه تحقيق هذه المتعة من خلال تنظيم ورشات تربوية مواجهة للشباب بالدرجة الأولى ولعل جديد هذه السنة تخصص جائزة لأفلام التحريك هذه السنة قررنا أن نخصص جائزة خاصة بأفلام التحريك يعني هناك أفلام روائية عندهم أربعة جوائز الجائزة الكبرى وجائزة الإخراج والسيناريو والتصوير ولكن هذه السنة أضفنا جائزة أخرى وهي جائزة فيلم التحريك تظاهرة سينمائية عرفت حضور فنانين وممثلين من بلادنا ومن مختلف الدول الإفريقية والعربية الشقيقة ضيوف أثثوا فضاء المهرجان عبر مساهمتهم في إغناء الساحة الفنية حيث نظمت ولأول مرة ندوة فكرية ناقشوا من خلالها المشاركون موضوع حضور المرأة في السينما العربية كما تم تكريم مجموعة من السينمائيين وكتاب السيناريو والفنانين والمخرجين سواء المغاربة أو من دول عربية وإفريقية نتمنى فعلا أن يكون لهذه التجربة فرصة أن تعمم على كافة المهرجان العربية لأنه موضوع الرسوم المتحركة ودخول المهرجانات مع الأفلام القصيرة هذا شيء يعني يغني المهرجان نشكرهم بزاعة للتفاتة وتكريم رأة هو تشريف ورأة هو تحفيز وأنا في الصراحتان اللي يهمني أكثر هو أن نكون عند حسن الضم ديالناس وديالجمهور اللي يتبعنا ولي يتبع الأخبار ديالنا وخلافا للدورة السابقة فقد توصل مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا هذه السنة بمائة وسبعة وعشرين فيلما ترشحت للمسابقة الرسمية لكن لجنة التحكيم اخترت منها ستة وعشرون للظفر بجائزة الكبرى جائزة أحسن إخراج وأحسن سيناريو فضلا عن جائزة أفضل تصوير بالإضافة إلى سبعة أفلام أخرى سيتم عرضها في فقرة البانورامة اللحظة مشاهدين أن توقفوا عند جديد حالة التقصي في بلادنا مع صلاف السريعي نساء الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى النشرة الجوية من المتوقع بحول أن تكون الأجواء باردة بالمرتفعات لسيما خلال الليل وأول النهار هذا وستكون الأجواء دائما غير مستقرة بمنطقة تنجابي اللوكوس بمنطقة الغرب وبغرب منطقة الريف مع نزول أمطار محلية ولله الحمد هذا وستهم قطرات مطرية منطقة السيس شرق منطقة الريف الواجهة المتوسطية وبشمال المنطقة الشرقية وكذلك بسهول شمال مدينة الجديدة مع هبوب رياح نسبيا قوية بالسواحدة الوسطى وكذلك الجنوبية درجات الحرارة ستتراوح مقايصها ما بين 29 درجة بفيجيك 26 درجة بوشدة 23 درجة بالحسيمة 19 درجة بطنجة 25 درجة بالرباط وبالدار البيضاء 28 درجة بمدينة الدخلة و32 درجة بالقويرة وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية وكذلك بسواحد البغاز سيكون قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى متر ونصف بشمال طرفايا بسواحد الأطلسية سيكون البحر هائج إلى كثير الهيجان بعلو ستراوح ما بين مترين وثلاثة أمتار ونصف بباقي السواحد سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج لدعو إخواننا البحر أخذ الحيطة والحذر شكرا على طيب المتابعة مشاهدين وعود إلى بلاتو الأخبار خطمنا مشاهدين هذا تذكير بأهم مجأة في النشرة في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك رئيسي لجنة القدس بإرسال مساعدات الإنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين وأكالة بيت إمال القدس الشريف تقوم بتوزيع كميات هامة من المساعدات الغذائية والمسلزمات الطبية بمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس توطيد أصوص الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات المالية قاعدة أساسية لعداد مشروع قانون مالية 2024 القانون المالي الجديد يأتي في سياق نستثنائي تحكمه تضعيات زلزال الحوز والظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة متذرب مركز التكوين المهني المتعدد الاختصاصات بيسا لا ينخارطون في حملة للتبرع بالدم مبادرة إنسانية توخى من خلالها المنظمون التحسيس بأهمية هذه المادة الحيوية وأدوارها في إنقاذ حياة المواطنين شكرا على طيب المتابعة إلى القاءة